من ضمن اسئلة ممكن اعرف باك اند ديفولبر في مصر كفرش و كجونيور الخبرة سانة ياخد مرتب كام؟ في الغالب الفرش ممكن يوصل من ستة لسبعة مثلا و اللي عنده خبرة سانة ممكن يوصل الى مرتب من عشر الاثناشر الف ده طبعا على حسب حجم الشركة بس احتمال كبير انك بتبدأ في هذا الرنل من تمانية او في الحدود دي ولو الشركة ناشنال انترناشنال ممكن تزيد بهذه الطريقة طبعا دي الشركات المحترمة لكن الشركات بيرس سيلي ممكن تبقى اقل عادة المجالات الخاصة بالديفولبر و البروكرامنج والحاجات دي من المجالات تبتدي مرتبات عليها مفارش حد يشوف الفيديو ده يقارنها بالمحاسبة او اي مجال اخر اداري او اي مكان نصيحة لك لو في اي شركة متاحة قدامك بقى اقل من كده كمان نبدأ بيها ولكن انت على طول قدم على ماكن تانية تجد فيها فرصة عمل وباذن الله تجد هذا المواضيع وربنا وفقك واكتبلك كل خير وقدم واشتغل في اي حاجة متاحة وبالتوفي باذن الله اشتركوا في القناة